الموشح السوري الموشح اليوم هو موضوع اللونية الصوتية الجديدة والرؤية المعاصرة يمكن بطرحه من خلال توزيع الأوركسترال كان عم نسمعون إحنا من سواء كان من الكورال أو من سواء كان الآلات الموسيقية ليعدوا أكيد موسيقيين الشباب بتواجههم أكيد كل التحية وكل احترام والتقدير أستاذ كمال السيكر أستاذ مهدي المهدي وفي شي من توزيعه وفي شي توزيع أستاذ شعلان الحموي وكان تدريب الكورال الأستاذ نزي أسعد طبعا الرأس كان هو رأس تعبيره أنه رافع الموشح حالة أن رأس يسمى برأس السماح وهذا الرأس بلش انقرد فنحن نوعا ما أنه حبينا نحي هذه الرأسة إضافة لشغلة أنه المركز الوطني الفن البصرية كل الحفلات تقدم فيه هي بدون يكون فيها في شي سمعي بصري دائما فهو كان هالمرة هو موشح وهو غناء الحفل القادم راح يكون بسبعة داعش هو عبارة عن حفل يمكن لأول مرة وتصير هاي الفكرة عنا بسوريا هي عبارة عن سبع أو ثمان أفلام صامتة والموسيئة هي تعبر ما يجول في الصورة راح يتم على هذا المركز على مسرح المركز الوطني الفن البصرية فهي هي كانت الحفلة اليوم فيه موشحات قدمية لعمر البطش لعدنان أبو الشامات لبهجر الحسان لأبو خيل القباني عدت موشحات لملحنين لملحنين سوريين كتبوا على هذا القالب كمان هذا القالب للأسف ما عند حدا كتب فيه هذا القالب الموشح إلا كثير إلال فكمان رغبة أنه نحن نعرف فيه رغبة أنه نوثق هاي الأعمال بكواليتي عالي من الصوت لأنه في بعض الموشحات للأسف بتطلبي أن تسمعيها فما بتلاقي جودة لتسجيلها الموشحات فعم تبدأ على الكلمات وعن النوطة فهي هي كانت الأهداف من الحفل أكيد كل الشكر للمركز الوطني الفن البصرية كل الشكر لدكتور غياس الأخرس أكيد نحن يمكن منشوف حالنا فيه بفكره باستراتيجيته لإداءة المركز لخطته لمشروعه بدعم أكيد الشباب بتقديم أفكار جديدة على هذا المسرح وكل سنة عن سنة عم نشوف تطور بالمركز وطني الفن البصرية سواء كان من ناحية ناحية الفن التشكيلي أو من ناحية حتى الموسيقى أو ما يقدم على هذا المسرح وأنا عطول بقول أنه بيوم الأيان المركز أكيد رح يكون منارة منارة إشعة فني وثقافي أكيد من سوريا لكل الأنحاء العالم سيفين ميكس تيفي شكرا كثير للكون للطاقم كل ياته وعلى رأسنا أكيد الأستاذ حمزة الشعار لأنتم عم تقدمونا شي جدا مهم جدا يعني بفيدنا يمكن بيدعمنا هو توسيق هاي الأعمال بشكل أكيد فيديو وتتوسق أكيد مشان تشوف الناس ظاهرة يمكن ما كانت موجودة قبل بتمنى لكم كمان كل التوفيق وبشكركم هلا الرأسات هي جاي من وشحات ورأسات سماحية من التراث السوري لأن الموسيقى هي التراث السوري فنحنا حاولنا نعمل شي من الروح الشعبي بس أكتر رايح على موديرتنا هو مبسطنا نحنا كتير من فكرة الأوركسترا اللي موجودة السيمفونية اللي موجودة فلما حكانا المايسترو عدنان شكرا كتير طبعا لقلو لما حكانا أنه بدنا هيك هيك نعمل مع موشحات وموسيقى حبينا الفكرة كتير وبلشنا أشتغل عليه من أسبوعين تقريبا هلا كان في شوي الضغط لأنه ما كنا ملحوئين بالوقت يعني ما كان في معنا هذا الوقت العظيم لنعمل شي ولي عملنا الأزياء كمان بشكر للأستاذ أحمد منصور على الأزياء فأخذنا ضغط شوي والوقت كمان سرقنا بهذا الموضوع والحمد لله طلعنا بنتيجة كتير حلوة اشتركوا في القناة